السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم اليوم سوف نأخذ درسا جديدا في مادة التربية الوطنية درسنا اليوم تحدث عن دولة أحسن دولة الإمارات العربية المتحدة سنذكر معالما مهمة في دولة الإمارات إذن معالم بلادي الهدف من الحصة يتعرف على معالم دولة الإمارات العربية المتحدة ويذكر أهم معالم دولة الإمارات العربية المتحدة والآن يا صغيري أرجو أن تستمع إلى النشيد الآتي لتخبرني عن المعالم موسيقى 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 قولي لي وانا بحث أمر موطية كل شيء يمتح بس أمر تبت قولي لي وانا بحث أمر موطية بكعة هتبتني على طول السمن أدن الغالي وكلمة أصدقية مستعد ياسوب لكروح ودير ما ينسكري يا أغلى وطن يا أغلى وطن يا أغلى وطن ما ينسكري يا أغلى وطن ما ينسكري ما ينسكري أنت من علمتني كيف أحتضل ربك فقاهر وأنا قبل رضيع أنت من علمتني كيف أحتضل ربك فقاهر وأنا قبل رضيع أنت من علمتني أجساس المحر أنت من أهدتني فصل رضيع مستعد ياسوب لكروح ودير ما ينسكري يا أغلى وطن يا أغلى وطن يا وطن ما ينسكري يا أغلى وطن 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 خرس من كدني في رصف الدينية وستفر فيك يا وقن ونقيمان الدي مارات من الشان المقير وين السكير يا أخا وقن يا وقن يا شعاع ينفر الكل المسير يا وقن يهتبا روحي أقدمها جمال يهتبا روحي أقدمها جمال نستعد درس ونكروح ومير معي بالسكير يا أخا وقن يا أخا وقن والآن يا صغيري هل تستطيع أن تخبرني عن بعض المعالم التي رأيتها في هذا النشيط؟ نعم أحسنت برج خليفة أيضا ممتاز مسجد الشيخ زايد إذن عنوان درسنا اليوم معالم بلادي معالم بلادي في الصورة التي أمامك إنها خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة لاحظ أن دولة الإمارات تتميز بموقع مهم تتميز بلادي الإمارات بموقع مهم جدا لاحظ يا صغيري يوجد أمامها الخليج العربي وهي أيضا تجاور دولة السعودية وعمان إذن موقع الإمارات مهم جدا ترتبط بلادي بعلاقات حسنة مع الدول المجاورة إذن تتصف دولة الإمارات بعلاقات طيبة مع جيرانها معالم من بلادي في هذه الصورة التي أمامك هل تستطيع أن تخبرني ما اسم هذا المتحف؟ هل تستطيع أن تخمن أو تفكر ما اسم هذا المتحف؟ نعم إنه متحف دار الاتحاد من أهم معالم دولة الإمارات متحف دار الاتحاد ولكن ما معنى كلمة متحف؟ المتحف يا صغيري هو المكان الذي نضع به الأشياء القديمة أين يقع هذا المتحف؟ إنه يقع فيه دبي أحسن في دبي إذن المتحف هو المكان الذي تحفظ به الآثار القديمة ومتحف دار الاتحاد يقع في دبي يقع في دبي وأيضا يا صغيري من معالم بلادي هل تستطيع أن تخبرني ما اسم هذا المتحف؟ نعم إنه متحف اللوفر ويقع في أبو ظبي إذن متحف اللوفر في أبو ظبي وأيضا من المعالم المهمة أكيد أنت تعرف هذا المعلم ممتاز إنه برج خليفة في دبي برج خليفة في دبي وما اسم هذا المعلم؟ هيا أخبرني يا صغيري وأين يقع؟ لا بد أنك زرت نعم إنه عالم فراري في أبو ظبي ممتاز ممتاز هل تستطيع أن تخبرني ما اسم هذا المعلم؟ فكر أحسنت إنه جبل جيس في رأس الخيمة ممتاز والآن يا صغيري سنقوم بحل هذا النشاط معا أكتب اسم المعلم في بلاد الإمارات لاحظ الصور التي أمامك أريد منك أن تتأملها جيدا وتخبرني أين؟ طبعا هذا المعلم الذي أمامك ما اسمه؟ هيا ذكرني ما اسمه هذا المعلم؟ أحسنت أحسنت إنه متحف اللوفر إذن متحف سنكتب هنا متحف اللوفر أين يقع؟ أين يقع يا صغيري؟ ممتاز في أبوظبي ممتاز تأمل المعلم الثاني هذا المكان ليس أين يقع؟ ما اسمه أولا؟ ما اسمه؟ ممتاز إنه برج خليفة هيا نكتب معا برج خليفة وأين يقع؟ وأين يقع؟ أحسنت أحسنت في دبي الآن الصورة الثالثة ما اسمه هذا المعلم؟ نعم أحسنت إنه عالم فراري أين يقع؟ ممتاز في أبوظبي إذن متحف اللوفر برج خليفة عالم فراري طبعا متحف اللوفر يقع في أبوظبي وبرج خليفة في دبي وعالم فراري في أبوظبي ممتاز يا صغيري أنا فخورة بك جدا أحسنت كتابة اسم المعلم شكرا لكم